الحقيقة يعني هذه الآيات يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ويشار إلى نعمة الله عليه بتسهيل أخلاقه بأن جعل أخلاقه أخلاقاً سهلةً يسيرة يألف الناس ويألفونه ومع أنه المؤيد من الله عز وجل المرسل من الله فهو ليس بحاجة يعني في عرفنا أو في تفكيرنا ليس بحاجة أن يكون سهلاً للناس لي إنه مع الحق اللي يريد الحق يصبر على خلقي يعني كما لو كان عندك شيء في يدك أنت اللي تملك وما يملك أحد غيرك تقول الذي يريد الشيء مني يصبر على ما أنا عليه حتى يناله أليس كذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الهداية العظمى ومع ذلك مع أنه يحمل هذه الهداية العظمى إلا أن الله سهل خلق حتى يقبل منه الناس وهو النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بنا نحن الناس كيف بنا أحد الدعاة إلى الله وطلبة العلم والعلماء يجب على هؤلاء أمثالهم أن تكون أخلاقهم سهلةً يسيرة فهم ليسوا كالأنبياء ومع ذلك الأنبياء سهلت أخلاقهم فيجب عليهم أيضاً أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء في سهولة أخلاقهم وليونتها والصبر على الناس لأن الناس حقيقةً قد يتعبون المرء ويأخذون جهده ووقته لكن يصبر عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حطمه الناس يعني إنما أتعبه وأمرضه كثرة الناس وعلى ذلك صبر عليهم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ رسالات الله فمن أراد أن يسلك طريق الأنبياء فليصبر صبرهم ويكون خلقه سمحاً ليناً كأخلاق الأنبياء ترجمة نانسي قنقر